موني ريدر برو تطبيق جديد مش بالفكرة جديد بالتطبيق في الأردن صاحبة هذه الفكرة هي سارة أبو علي ومحمود شعبان هو مبرمج هذا التطبيق التطبيق فائدته أو العمل منه هو ممكن يقرأ العمل وهم أدخلوا العملة الأردنية دينار الأردني عليه بالنسبة للأشخاص المطلوبين لحتى يعرفوا شو هاي العملة اللي عم بتعاملوا فيها لحتى يتفادوا أي نوع متاعب أو مشاكل ممكن أنهم يتعرضوا لإلها في الحياة اليومية فمنرحب سارة صباح الخير يا سارة صباح الورد أهلا وسهلا فيك ومنرحب محمود مبرمج تطبيق أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيكم مرحب دو حديثي من عندك سارة هلأ سارة خبرتيني أنه أنت إجت ببالك أنه ينطور هيك تطبيق نتيجة تجربة شخصية فشو كان يصير معاك بالنسبة للعملة والمصاري؟ طبعا هلأ البداية كانت التطبيق موجودة من سنتين بس كانت ممحورة حول أنه قراءة القوائم الأكل للأشخاص المكفوفين بعدين قدرت أنه لازم أحصر الفكرة شوي أكتر من هيك لأنه كان شغلها بالبرمج شوي صعب هو بنعمل بس بدواءت أكتر فأنا كان لازم أشتغل يعني أطلع بالتطبيق بأقرب وقت ممكن فحسيت أنه إحنا ما عندنا أي أبليكيشن أنا ما كنت تعرفة إذا فيه أبليكيشن بيقرأ العملة الأردنية فمن هون كانت الحاجة أنه أنا إذا بحتاجه مثلا بالتسوق يعني إذا بدي أخذ وسيلة مواصلات بدي أشتري شغلة وحتى هو فيه كنوع من الاستقلالية أنه أبطل أسأل الناس أنه أدي معي أو أدي هاي وهيك فمن هون كانت الفكرة أنه الهدف الأساسي أنه أعتمد على حالي وبدون ما أطر أحتاج من حدا تعريف عن الفلوس نعم طب سارة تعرضت إلى موقف مثلا تم فيه الاحتيال عليك أو تم فيه التلاعب مثلا بالأوراق النقدية لا الحمد لله أنا ما كان عندي مشكلة يعني لأنه أصلا غالب بالطلعات اللي كنت أطلعها مش لحالي وإن كانت لحالي يعني كنت أكون مرتب الأمور لكن أنا يعني حسب ما بعرف أنه فيه أشخاص كتير ممكن تعرضوا لهذا الإشي فهون كانت دافع أنه أنت كشخص كفيف مش لازم يعني الأشخاص التانين يستغلوا هذا الإشي صح فمن هون يعني زي ما بحكوا سكرنا الباب على هاي الفكرة أنه خلص لا أنه أنت عارف شو معك وشو اللي بتقدر تصرفه بدون ما تتعرض لهيك مشاكل فبيعطي أكيد استقلالية للشخص الكفيف وهذا الإشي اللي داماً نحن بنسعاله إنه الشخص الكفيفي كون قادر إنه يقوم بكل احتياجاته إلى حاله سيأتي لك أخ محمود أحكي لي كيف بيشتغل هذا التطبيق تطبيق سهل كثير يشتغل هو أكسيسيبل بالنسبة للكفيفين بيشتغل في الفويس أوفر والتوك باك على الأندرويد بيختار من مان منيو يا عربي يا إنكليزي وبفوت بعد ذلك بيوجه العملة الكاميرا على العملة بس بوجه الكاميرا عليها عطول بتعرف عليها ويعطيه إشارة صوتية بالمبلغ طب إذا سافر هذا الشخص كمان التطبيق بنفعه بالعملات الأجنبية نحن ندعم اليورو ونسوختينه ندعم الدولار الأمريكي والدولار الكندي والشيكل الفلسطيني حالياً بعد ذلك رح نزيد وباقي كمان سد دول عربية حلو حلو طيب سارة أحكي لي يعني هلأ فكرة الاستقلالية مش بس في التعامل فكرة الاستقلالية في كل إشي للشخص الكفيف أديش مهمة وأديش بتنعكس على حياته أهلا فكرة الاستقلالية لأي شخص سواء كان من دول إعاقة أو مش من دول إعاقة إشي كتير مهم بالنسبة له بس باعتقادي إنه الشخص الكفيف أو هو من دول إعاقة إذا كانت نسبة الاستقلالية عنده أعلى رح تأثر كتير على ثقة بنفسه فبالتالي هو رح يعكس هذا الإشي قدام المجتمع ورح يعني رح نعكس ستورة النمطية المتعرف عليها إنه الشخص دول إعاقة ما بقدر يعمل أو ما بقدر يسوي فمن هون كانت الفكرة إنه لأ إحنا ما عنا أي مشكلة أو بالعكس يعني ممكن نعمل أشياء مش لأنه دول إعاقة بس هي الفكرة بالإرادة مش بالإعاقة محمود منقدر نجرب الأبليكيشن كيف يعمل معانا هي؟ معانا هي؟ معانا 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 نجربه على الأندرويد ونجربه على الآيفون ما بيقرأ كوينس آه أنا مبارح سألتك ستارة إذا بيقرأ النقود المعدنية قلت لي لا لأنه الكفيف بقدر يحسه بقدر يعرف شو قيمة النقد بالضبط العملات النقدية المعدنية مثلا العشر أروش أو الربع دينار فعليا بيكون إلها زي الأضلع يعني زي الجهات معينة بالضبط فالشخص الكفيف بقدر يميزها عن طريق الأردنية مثلا الخمس أروش عن العشر روش عن ربع دينار وينما كان باعتقد لأن كل واحد إلها رسمة بارزة بالضبط فحليا نشوف هلأ كيف يعمل هون يعمل هيك اوكي أشوف أه اوكي أشوف كيف شكله معالي شعور جنبك ده أشوف كيف شكله تطبيق هاي المين من يوم اوكي وعشان عملينه أكسيسابل اوكي خلينا نشوف كيف رأس 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 محمود بس تقدم إيدك لقدام شوية سمحت ايوة اوكي اوكي هايك نكتار بين العربي والانجليزي ويضغط دبل تاب هاي مكان في الشاشة بيفتح التطبيق هون خلينا نختار مثلا لغة العربية اوكي بيأخذ أكمل ثانية وبشتغل حلو ممكن ما أحس اوكي اوكي لازم أكبس كبستين مشكلة ايوة وبعدين شو كيف عامله انت بك تكبس وين مكان على الشاشة بتوصل لانه هاي الأكسيسابلتي انه اي كفيفي قدر يتعامل ايوة ما فيه كبسة محددة يعني وين مكان مش تكصار على الشاشة نفسها طيب طيب مئة ريال سعودي هاي الفيرجن الجديد من السعودي اللي عليها الملك سلمان اوكي هون نقدر نسمع انه هو عم بيحكي شو ايوة هاي المثال عشر ريال الكديمة عشرة ريالات سعودية هاي هون مئة جنيه مئة جنيه مصري هاي هاي دينار بحريني دينار بحريني نعم فرجينا العملة لو سمحت محمود بعد ما يتبعها خمسة دنانير بحرينية هاي 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 بسرعة بقراها اه هاي مئة ريال الكديمة هاي مئة ريال سعودي هاي لازم تبرمجو محمود على وضعنا انه هاي ممتزوعة بالدل هلو سمحت هاي هاي عشرين دولار هاي 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 دولار دولار واحد عشر ريال جديدة عشرة ريالات سعودية هاي خمسة دراهم هون خمسة دراهم إماراتية كندي هذا كويتي كويتي مم دينار كويتي هذا الشكل مئة شكل هذا يورو كديم عشرة يورو هاي يورو جديد مم عشرة يورو والله انكم رائعين جداً رائعين يعني انا دائماً بحكي أليس شبابنا بثياء جداً وبفعل يعني بهنيكم على هذا الإنجاز تعرف بدي أعلق تعليق بجوز مائل ودخل إنه برافو عليك حطيت مئة شكل يعني ما حكيت لا فلسطيني ولا هو لعملة الكيان الصهيوني ولا عملة أوكي هي عملة كيان صهيوني بس شكراً إنكم حكيتوا بس بدي أعرف شكل لا ذكر لا فلسطيني أبضل الغية كانت إنه إنسانية أكتر ما هو فرق تفريق بالضبط طبعاً مئة بالمئة سارة في ناس جربوا الأبليكيشن يعني في ناس بتعرفيهم جربوا الأبليكيشن يعني فيه مثلاً ردة فعل، فيه حتى حكالك إشي، فيه حتى استخدمه، شو ردة الفعل؟ تمام، إحنا كانت الأبديت أو الإطلاق النسخة الأولى كانت بشهر ستة كانت بتحتوي على ست دول بالإضافة للدولاري الأمريكي اللي صار إنه صار اليوزر يستخدموه فصار توصلنا في تجربة إنه بدنا هاي العملة ضفولنا إياها من الأمثل على هيك الدولار الكندي، اليورو، فيه ناس كتير طلبوا الشكل فمن هون إجت الفكرة لإضافة هاي العملات من شان هاي عملنا الأبديت الثاني اللي هو كان بتقريباً أول شهر سبعة منه كانت هاي الأشياء، إضافة لأنه فيه ناس طلبوا أن نضيف اللغة الإنجليزية لأنه كان معمول أول إشي باللغة العربية فقط فكتير ناس طلبوا أنه نعمل باللغة الإنجليزية حتى يصير أكساسابل أكتر مع الأشخاص اللي حتى لو ما كانوا أشخاص عرب يقدروا يستخدموا حلو، حلو، محمود، الابليكيشن متوفر أب ستور وغوغل ستور فري مجاني؟ حقه عشرة دولار عشرة دولار إحنا حطناه بمسار الفكرة تبعتها كانت أنه ينزل كل شي فري حلو، بس بصراحة الابديتات والتطوير كثير بكلف نعم، فحطناها مبدئياً بعشرة دولار لحد ما نوصل للمرحلة اللي احنا حبين نوصل لها وبعد ذلك نرجع نرجع فري حلو، 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 يعني أنتوا أكيد بحاجة الدعم لحتى تنشؤوا الابليكيشن وإشي حق مشروع طبيعي طبعا، وأنتوا أخذتوا دعم من الوكالة الفنلندية؟ صحيح، المنظمة الفنلندية للإغاثة كانت هي الانطلاقة للموضوع، قدرنا نشتغل بالفند اللي كان معنا هدول النسختين هلأ احنا يعني عندنا أفكار ممكن برضو تساعد أكتر الأشخاص المكفوفين من ضمنها أنه نضيف كروت للشحن أنه الشخص الكفيف يقدر يشحن البطاقة لحاله بدون ما يسأل وإضاف برضو عندنا قراءة الألوان يعني الألوان بكل درجاتها والإشي الأخير عندنا اللي هو الاسمه الأوسي آر بالعربي فعلياً هذا لو اشتغلناه هو بده وقت شوي بس لو استغلناه الشخص الكفيف يقرأ التكست عادي بدون ما يحتاج حدا يقرأ له بدون ما فكتير حتحلل له مشاكل سواء كانت دراسية أو مشاكل حياتية يعني هذا وجود هذا التطبيق خلى أنه مش ضروري كل شي يكون بطريقة بريل يعني التطبيق بيقرأ وبيقرأ عملة وممكن يقرأ نص كما ذكرت سارة صحيح كتير فخورين فيكم عن جد ومهنيكم سارة ومحمود شعبان رائع جدا يعني وظفت ذكاءك بالمكان الصحيح يعني شكراً لكم وقدي رائعين أنكم أنتم بالفعل ساعدتوا الأشخاص الكفيفين أنهم يعيشوا باستقلالية ويلا يقولوا أنه في إشي معمول يحللهم مشاكلهم رائعين شكراً محمود شعبان شكراً سارة أبو علي أهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة